السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في القناة إن شاء الله تكونوا دوسوا أوقات العيد وأنتم في كامل الصحة والعافية وأيضا تكونوا تمتعتوا بالأيام المباركة إن شاء الله الفيديو ديال اليوم كيفاش غادين قدوا على الدهون للتركمات أو للأوساخ وضروري المطبخ كي يكون مرون وكي يكون حالته فاليوم غادين إن شاء الله نقدوا على الحروق في الأواني بحالة شكل هذا أيضا الدهون ونضفوء المطبخ كله بصفة عامة بالنسبة لهذا الكوكوت هذي فديزلي هالحرق ضروري أي وخنع يوما نردو البال مهم كتوقع بحال هذه الأشياء هذي غادي نشارك معاكم أحطة طريقة اللي نحيد بهذا الحروق بلا جيكس بلا والو مليكة تحرق لنا تنجرة أي نوع سواء الإنوكس أو لا هذي أو لا القرانت المهم أي نوع فيها حروق كناخدوها لكيميا ديال الخل وكنردوها فوق البطاء كتغلي بهذا الشكل هذا البطاء أيضا خصحتها هي واحد تدابير باش تولي جديدة فابقوا معاها حتى الأخير وما تنسونيش دائما من اللايكات ديالكم هنا خلز هذي الكيميا ديال الخلط قربا واحد نسكا سؤلاء المهم الحاجة الجهد اللي يغطي لكم ذاك الحرق غير كتغلي تخليوها كتغلي كتحيد بسهول ذاك الحرق كيولي على شكل عجينة ما كيبقاش لازق أنتوما أنا درت هذي الفوي هذا أو لهذا الخلاط غير باش ما تحرقنيش هذك لأنه سخون وكندوز له بهذه الطريقة هذي ساهل ماهل بلا جيكس بلا يعني تعب بسرعة كيتحيد وصافي كندير له الصابون بالطريقة العادية وكنشله وكنتقول لي الآن يدينا أولا طنجرة الضغط جديدة بحل ما ذا شفيها الحرق والأهم أنه بدون جيكس هذه هي الكوكوتة ديالنا والنتيجة اللي تحصلنا عليها وكنتبقى هذي التدبير من أحسن التدابير اللي كان قدوا بها على الحرق ديال أواني هكا اللي كان طيبوا فيهم الأكل كيما قد لكم أي نوع كنديروا لي هالطريقة هذي راكت تحيد وكنتولي جديدة وهنا أيضا غدي نساوب معاكم واحد الوصفة اللي هي بسيطة اقتصادية وهي اللي غدي نطفو بها جميع أركان المطبخ وغدي نتخلصوا من الدهون وهدوك الأوساخ اللي كتكون معي لك ديال أيام العيد خديت هنا واحد لمعي لك ديال الصابون البلدي أي نوعنا هنا عندي صابون البلدي ديال أرقان رائح حتى نتصابون هذا الجسم واحد نوعية اللي هي مزيانة ضفت عليه هنا واحد شوية ديال معجون الأسنان وواحد الجوج معالقة ديال المسحوق ديال ديال تصبين أي نوع كاد ستعملون وهنا درس فيه ضفت عليه واحد الكاس ديال لما يكون غليان باش هكيدوا بلينا هاد العجينة ديال صابون البلدي وايضا المعجون ديال الأسنان نخلطهم مزيان حتى نتحصلوا على هذا الخاليط هذا ونضرهم في واحد البخاخ هو اللي غدي ننطفو به كيما قد لكم المطبخ ديالنا البخاخ دائما كي تسدي لك أنت فيه شي حاجة هكا ما الأحسن نصفيه بهذا الشكل هذا ونضيف شوية ديال ما باش يدوز ذلك الصابون كله وصفي هاد القريعة هادية اول هاد الرشاش هي اللي غنطفو بها المطبخة بقى معي حتى الاخير بسم الله أول حاجة غدي نبدو بالغة الليلة كيكون كله كيكون حدى الكوكوت وكيكون حدى المقاليه ولي كله معلك بالدهون رشيت علي هادية الخلطة وخليت واحد خمسة ديال دقيقة ولا ما كملاش يعني راك انا اخذوا هادية الحلفة مجرد مسحة خفيفة كل شي هادا الدهون كيتحيدوا لان هاد الوصفة هدي فعلا جربوها وغادي تلقوا ان النسيجة ديالها سحرية يعني واحد المفعول كي سعطيها رائع عندما غادي ندوز لها غير بغير الحلفة اللي كاندوزه اولى الشبيكة اللي كاندوزه وغادي نغسله هنا وندير لي هادا الصابون ديال سائل ديال نضيف الاواني باش يحيلينا ذيك الرائحة ديال الصابون اللي بلدي الناس اللي ما كيبغيوهاش وهذا هو الغلي ديالنا الحلة دياله جديدة ما بقاش فيه الدهون ما بقاش فيه هادوك البيض اللي كيكون بحاد شكل ديال الكالكر في الجنب ورجع في هاد شكل هادا بهاد الخلطة هدي فقط غادي تبقى معايا تشوفوا ايضا شنو غادي نطف بها لان غادي نطف بها بزاف ديال اشياء في الكوزينة ديالنا اليوم ايضا من سوش البطاقز ديالنا اللي دائما كتكون اه في احد الحالة اللي كتكون دائما في هاد شكل هادا خصوصا في ايام العيد او الايام اللي كتكون عندنا كالضياف او العراضات ضروري البطا كتكون اه الحالة ديالها كوشي كتدل عليها الاكل والطياب وزائد كتدل عليها الشاي اه كتبقى في هاد الحروق هادي ولكن من الاحسن نختاروا وصفات اللي هي اه غادي تنطفها لنا بلا ما نخمشوها التحدي اللي دارت معاكم في هاد القناة هادي انني البطا ديالي دوز عندها اطول مدة ممكنة بلا ما نستعمل لها الجيكس نهائيا يعني غالي وصفت هكا ونبقى محافظين على اللي مع الاولى فجات نهار شهرينها هادي نرشع لها نفس الخليط ونفس القرعة يعني اه هادك الخليط اللي صوبت معاكم ونخليها تقريبا احتهاي واحد خمسة ولا ستاديا لدقايق كل شي هادك الاوساخ او هادك الدهون كيتحلوا بوحدهم ناخده مجرد ليفها بحالة شكل هادا وندوزليها يعني بحال لا درنا هادك البردويت اللي موالفة كنشارك معاكم في فيديوهات سابقة يعني هاد الدهون والحروق را كتتقلع بوحدها هاي ما يحتاج شاكان ديرو جيكس وصافي غادي نشوفوها بات اه شكل هادا بوحد توب اولى من دي اللي هو انظيف وناشف وكتولي البوطة ديالنا في الحلة ديالها جديدة ايضا غادي نطف معاكم عين البوطة قز بنفس الخلطة وايضا هادو كل حوامل ديالها كل شي هاد الخلطة هدي اه فعالة في بزاف ديال الاشياء هانتو ما غادي ندوز لها نحط عليها غير شوية ديال هادا هاد الخلطة هدي اولا هاد السائل اللي صوبت معاكم وصافي غادي نغسله بطريقة اللي هي عادية وغادي يوليو كي يشعلو بحال اه يعني بحال اول نفس الشي لهاد الحوامل هادو اه بنفس الخلطة وكن غسلهم بهالطريقة هدي عني البوطة قز ديالنا كلها كنضفوها بهديك الخلطة اللي شفته معايا صافي غادي نشل لهم وغادي نشوفوهم ايضا هنا في هاد المرحلة هدي غادي نحتاج واحد الغلاي ديال اللي ما يعني هات نضيف هات اللي جايين فيهم دهون وايضا غادي نسرحوا هذا الحوض ديال الغسيل فغادي ندر واحد الغلاي ديال اللي ما حتي طيب مزيان وكيف ما كتشوفو الشوية ديالنها هي عامرة بالدهون وهاد الدهون هدي هي اللي كتدوز في اه في المجاري اولا هادوك القوادس ديال اه لفابو اولا ديال ديال الحوض ديال الغسيل الاواني هو اللي كتدو بزاف لسيدات كيتشكو من هاد الانسيدات ديال الحوض فبقوا معايا غادي نعطيكم الحل ان شاء الله اللي غادي استرح لكم اه الحوض الغسيل وغادي نتخلصوا من هاد الدهون ديال شوية هدي شوفوه هنا دهون اللي هي اكتير اه ممكن نمسحوها بواحد توب هكا اولا بواحد اه الورق وغادي اللوحها ولكن انا هنا درت لما اه اللي غليتو وبسرعة كيتحيدوه ولكن راه هو اللي كيهبط للقادوس وكيسدو لكم فبقوا معايا حتى الاخير باش اللقوا الحل لهذه المشاكل كلها صاف في نفس الوصفة غادي نديرها راه كتنظف شوية ديالنا بسرعة ما كتاخدش واحد الوقت خصوصا من اللي كتكون نوعية ديال اينوكس باشكلادة الاخوات اللي سولوني على التمن ديالها فيمكن ميتين وخمسين درهم لان ما عقلتش مدة هدي شوية هدي فيتا عندي العشر صنوات وخداما زيان يعني رائعة كالطيب حالا اه شكل ديال الفاخر ما كانت جيش بقاس حول ما كانت تعطلش فيمكن التمن اللي كنت عقلت عني هو هدا كما كتلكم وفيهم نوعيات بزاف دبرة كانين اشكال اللي هما اه احسن من هدي بكتير صافين بعد ما غسلتها ونضفتها اه اه صافي حتتها على جنب ونجيو الحوض الغسل الاواني حتى هو نضفه بنفس الخلطة بالنسبة لهذا الخلطة هدي راه سحرية غدي تعطيكم واحد للمعا واقتصاديا انتم مشته معين قاد الصابون ماشي شي حاجة وايضا شوية ديال معجون ايضا الحائط ديال سيراميك ديال المطبخ كل اللي عكي يكون عامر بالدهون دوزوا لهذا الخلطة هدي غدي تعطيه تحصلوا على واحد اللمعة ما يبقاش الدهون نهائيا بالنسبة للحوض مبعد ما دوز لهذا الصابون هدا غدي نشلو وهدي نقومو بتسريح ديالو لانه حتى هاد الايام ولا كيشد ليالما لان الدهون باش ذاك ذاك الاسفل ديالو عامر بالدهون اول حاجة كندوزو هاد الشيطة الخاصة بات قيبتها هادو ضرورة دوزوها ولكن الاسف المشكل كيكون في الاسفل ديال الحوض فالحل دائما مع القرص السحري هاد القرص الفوار السيدات لي كيسولون اللي ماشي من المغرب كيسولوا عن القرص الفوار شكون هو هاد الدوات ديال بارستيطامو اللي كيستعملوا الصدع ديال الرأس درتوه اخويت عليه الماء غليان يعني ذاك الماء طايب وبسرعة كيتسرح ذاك التحت ديال هاد لغس الحوض نفس الشيء غدي نديروه الرخامة نفس الوصفة ما بدلت فيها حتى حاجة ما زدت فيها والو الوصفة ديال اليوم ما فيهاش الخل السيدات لي ما كيبغوش تنضيفها كابل الخل لوزنا واحتها الرخامة ونطفنا بها شكل هذا وغدي نوريكم شكل نهائي ديال المطبخ ديالنا هو هادا لماعان اللي هو رائع كل شي دوز له بديك الخلطة دوز لغ اللاي دوز لها المهم داك شي قاعد اللي دوزته معايا شوفوا الرخامة اللي اللي اعطتنا ايضا السيراميك ديال الحيط خصوصا هاداك اللي كيكون في الخلف ديال البوطاقاز كيكون كله معلك بالدهون ففعلا هاد الوصفة هذه رائعة وايضا شاركت معاكم طريقة باش نحيدوا الحرق من الكوكوت بيدون جيكس فهذا هما الحيال اولى التدابير ديال هاد اه هاد الفيديو هادا اتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ما تنسونش من لايك الى اللقاء اشتركوا في القناة